مع السمرار هطول الأمطار بدأت موجات الثلوج أيضا تستهدف الشمال السوري المحرر حيث نتواجد هنا في مخيم درعمان في هذه المنطقة الأثرية التي تحوي على عدد من المخيمات سنرصد واقع المخيمات والواقع المعيشي الذي يعيشه الأهالي في ظل هطولات الثلوج المستمرة وأيضا الأمطار الغزيرة التي تستهدف المنطقة الله تك العافية حجة حجة بلش المطر ينزل والثلج لو تحكينا شوية عن وضع المخيم والمخيم طاف خيمنا طافت غراضنا كلها طافت بالمياه صارنا يوميا نشر ولساعة المياه نجرفها نجار فنكبها والخيم اللي عندنا هذا النام هي اللينا هنه عند صاحبهم صارنا ثلثة سنين أو أربعة سنين واستعاراهنا عياري والله العظيم يا ابني قمنا غرف ميات غرف وغراضنا كلها تبهدالت والاتنا تبهدالهم والبوز جسدنا والبرد طعننا ايش محتاجين يا حجة؟ يعني مثل خيام مثل فرش يعني غراض للبيت يعني مثل حاجة مد شغلات هيتشه والله العظيم كلها يتنبى الحاجة بالنسبة للتدفئة؟ للتدفئة صوبات يعني حطب شغلات هيتشه تجيبونا الله تكلعا فيه يا حج الله عاكي كوي حجيلة وتحكي لنا بعد هالهطولات الأمطار وهالثلوج شلون وضعكم؟ من أختي بهالثلجة خيام نتعبن مي هدوم نتعبن مي لا تدفئة لا حطب يعني حالة يؤسلها شو صاركم بهالمخيام حجيلة؟ صارنا تقريبا أكثر من سنة والوضع بشكل عام يعني الخيام ايش محتاجه أكثر شي واش محتاجين انتوا بشكل عام؟ يعني مستوية أكثر من هيش هذا خيام وبعدين المخيم يعني ما احد عم ينتبه علينا هيا الله أعطيك العافية الله أعافيك أفرام ورح الله ورحاتك إيش عابتساو رجل ثلجي اليوم؟ الله أطفال شايل عوون ينبصهم هالثلج نوارت عليهم يعني اليوم تلاجت علينا الحمد لله ما وضعكم بشكل عام يعني بعدها طول هالثلج؟ والله ضررنا بالخيام أكثر شي بالخيام اللي عشكل سفينة التلج اسعى من ضل عليها عم تنزل مي عم تنزل ميات جوا هدونا عم تعبن هماي ووضعنا أساوي الحمد لله شو محتاج المخيم؟ يعني أهم الشي أنه يبدلون هالخيام السفن هذالخيام السفن بس وقعوا عليها المقتلج ما ينزل دينشي لجوه لأنه قماش ووو الحمد لله رب العالمين يعني أمورنا كويسة غير هيتش يعني إيش لأقول لكم أعرف وضع ما أساوي جدا يعني 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 يجون يقولون سجلنا لكم وهذا وجه الضيف يعني يروحون عساس يرجعون يقولون اليوم مباشر جت منظمة عنا سجلت لنا وراحت وهذا وجه الضيف عساس اليوم مباشر ومجد عساس تدفئة ومعرفيش محتاج المخيم تدفئة محتاج خيام محتاج تدفئة محتاج خيام يعني هاها أبسط شغلة يجن يجيبون لنا الخيام يعني والتدفئة حوله لقد نايله ولم نايله نحرق أش نلاقي هالأراضي عم نحرق الله أعطيك العافية حجي الله عافيك أنا سهلا حجي لو تحكي لنا عن وضع المخيم بعد هطول الأمطار وهالسيول اللي صارت وهطول الثلوج اللي استهدفت المنطقة اليوم من ساعات الصباح أهلا نساء الله يحفظك والله يا حجي بالأمطار هاي اللي صارت بالكميون والثلج اليوم سبحان الله المي سبحت عن الناس من تحت والشوادر من فوق نزل المي على هدوم الناس وغراض لبسهم زاد وهدوم اللبس وغراض المنامة يعني حتى ما حدا كل غراض الناس صارت مي بالنسبة لإستجابة المنظمات شلون والله استجابة ضعيفة يعني ما في استجابة هذا المخيم بده يعني استجابة عاجلة مشان تدفئة مشان غذائية مشاريع كاش للمخيم بلتش الناس إن شاء الله يتحسن وضاحها شوف تعينك يعني حوالي الناس بالنسبة للموضوع التدفئة شلون عبدت دبر أموركم والله التدفئة ما الناس سبحان الله عم يتلقى تمنلقى عشيات كذا تضبطون أمورهم يعني وبي ناس حتى ما يمركبوا صوبات أصلا لما عدا قدر تركب صوبة أصلا اشتركوا في القناة